نفذة أخرى نفتحها هذا الصباح على أخباري البيئة ومستجداتها من حولنا مع سهام صباحك سعيد سهام أسعد الله صباحك بخير بكل خير يوسف أنت وكل مشاهدي الصباح نيوز طبعا بحوزاتك الكثير من أخباري البيئة ولعل البداية ستكون بتقرير في أحد المواضيع المهمة بالنسبة لأنظمة الكربون نعم وهو حجر الزاوية في مواجهة أزمة المنخ نعم يوسف فقد أظهرت بعض الدراسات أنه عندما يتعلق الأمر بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء فإن التحالب البنية تتفوق على باقي النظم الأرضية مثل الغابات وتؤدي دورا حاسما في مواجهة أزمة المناخ التفاصيل في سياق التقرير التالي يعد ثاني أكسيد الكربون أحد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي جعلت العالم أكثر دفءا بمقدار واحد فاصيل درجة مئوية مما كان عليه أواخر القرن التاسع عشر ما دفع العلماء للبحث عن طرق من شأنها الحد من انبعاثات الغازات الدفئة في دراسة حديثة نشرتها دورية Procedents of International Academy of Science أكد باحثون أن التحالب البنية يمكنها إزالة كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الدورة العالمية على المدى الطويل وبالتالي يمكنها مواجهة الاحتباس الحراري القائمون على الدراسة قالوا إنه عندما يتعلق الأمر بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء فإن التحالب البنية تتفوق على باقي النظم الأرضية مثل الغابات وتؤدي دورا حاسما في حماية الغلاف الجوي والمناخ لأنها تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتستخدمه في النمو كما أنها تطلق حوالي ثلث الكربون الذي تمتصه مرة أخرى في مياه البحر في شكل إفرازات سكرية تستخدمها الكائنات الحية الأخرى أو تغرق في قاع البحر النتائج أظهرت أن التحالب البنية لا تحتوي فقط على عديد السكريد المعقدة التي تسمى الفوكويدان وهي مادة موجودة في جدران خلايا بعض أنواع الأحشاب البحرية والتي تحبس الكربون قرونا من أجل التخفيف من تغير المناخ بل تفرزها أيضا بحيث يمكن لهذه الجزئيات أن تمثل مصارا مناسبا لإزالة غازي ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي التجارب أجريت في محطة تفرمين لعلوم الحيوان في جنوب فنلندا لكن الفريق يأمل في إجراء تجارب أخرى في المستقبل على أنواع التحالب البنية الأخرى وفي مواقع أخرى لأن الإمكانات العظيمة للتحالب البنية في حماية المناخ تحتاج بالتأكيد إلى مزيد من البحث وفق القائمين على الدراسة نعم يوسف هي بريقة أمل أخرى في مجال حماية الغلاف الجوي من الكربون الذي يعد أكبر تحدي يواجه البشر حاليا في مواجهة أزمة المناخ والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية للحد من ارتفاع درجات الحرارة التي كنا نأمل أن تكون في حدود 1.5 درجة مئوية لكن في قمة المناخ السابقة في شرم الشيخ كوب 27 صرحت الأمم المتحدة وكل الدول الصناعية الكبرى أنه لا يمكن الحد من ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 بل ستتحدى درجتين مئويتين للأسف وربما يعتقد البعض أن 1.5 درجتين مئويتين هي نسبة ضئيلة لكنها موزعة على كامل مساحة الكرة الأرضية من يابسة وأيضا من مياه وبالتالي إذا تكلمنا عن مساحة صغيرة فهو ارتفاع كبير جدا صحيح طبعا ضمن تقريرك ربما ما قد يلفت الانتباع أنه هناك كائنات حية يمكنها طبعا المساعدة في تخفيفاته الظاهرة وهي أسلوب صديق للبيئة في حد ذاته بما قد يوحي كما كنا ندردش منذ قليل بما قد يوحي للكثيرين من ولوج الاستثمار فيها من أجل المساعدة من تخفيف طبعا ظاهرة الاحتباس الحرارة بطرق دائما نصر على أن تكون صديقة للبيئة صديقة للبيئة نعم يوسف الطحالب البنية أثبتت فعلا فعاليتها في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من الغابات التي تعتبر أيضا مهمة جدا في امتصاص الكربون الطحالب البنية لا تنتص فقط الكربون لكنها تحوله إلى مواد مغذية يستفيد منها الأسماك إذن أصفرين بحجر يوسف نعم نستفيد من الطحالب البنية في سحب الكربون من الهواء وايضا الاستفادة من تغذية الأسماك بطريقة سليمة نحافظ من خلالها على البيئة وعلى أيضا الكائنات البحرية ربما النظرة إلى الطحالب ستتغير لما فيها من فائدة سواء كانت بالنسبة للبيئة أو حتى للاستعمالات البشرية والتي سنقف عليها ضمن أحد الأخبار الأخرى التي معك بعد قليل لكن قبل ذلك بحكم أن البيئة من حولنا لها قضايا وطبعا أخبارها متفاعلة أكيد سنلج وإياكي الآن إلى آخر الأخبار والبداية ربما ستكون من الولايات المتحدة الأمريكية نعم في خبر صادر يوسف أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة أن تناول إحدى الأسماك المصطادة من البحيرات والأنهار تعادل شرب المواد الأبدية أو المواد السماء الأبدية لمدة شهر وقام الباحثون بقياس كمية التنوث الذي تعرضت له أسماك المياه العذبة من خلال تحليل 500 سمكة أخذت من البحيرات والأنهار الأمريكية بين عامي 2013 و2015 وكان متوسط معدل تلوث أكثر من 9 ميكروغرامات لكل كيلوغرام واحد من الأسماك ووجد الباحثون أن ثلاثة أرباع العينات ملوث بحمضي بيرفلور وأوكتانا سيلفونيك الذين يعدان أحد أكثر الملوثات شيوعا وذررا وأكد الباحث المتخصص في تلوث البيئي باتريك بيرن أن المواد الفاعلة بالسطح الفلورية قد تشكل أكبر تهديد كيميائي للبشر في القرن الحادي والعشرين مشيرا إلى أن هذه الدراسة تقدم أول دليل على انتقال هذه المواد مباشرة من الأسماك إلى البشر وعلى رطاق واسع طبعا المثير للاهتمام في هذا الخبر هو تأكيد العلماء على أن شركات متسببة في هذا التلويث الخطير على البشر كما أوردت منذ قليل يبدو أن أحد الباحثين غضب جدا من هذا التصرف لبعض الشركات الذي ربما يشكل خطر على المياه العذبة بعيدا عن البحار طبعا والمحيطات نعم يوسف للأسف ليست المياه العذبة فقط وحدها من تلوثت سأعطي بعد قليل بعض النتائج فيما يخص الأنهار حول العالم وفي آخر دراسة أجريت حولها لماذا سميت أولا بالملوثات الأبدية لأنها مقاومة للماء ومقاومة للزيت وغير قابلة للتحلل الطبيعي وبالتالي نتيجة لهذا فهي تبقى لمئات السنوات في البيئة وبالتالي تكون خطيرة جدا على ساحة النبات الحيوان وأيضا الإنسان بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لو أخذنا مثال بسيط على منطقة البحيرات العظمى التي تضم خمس بحيرات تستفيد منها ثماني ولاية أمريكية وولايتين كنديتين ويستفيد منها حوالي خمسة وثلاثين مليون شخص من المياه الصالحة للشرب هذه كمية المياه الموجودة في البحيرات الخمسة تمثلوا عشرين بالمئة من المياه العذبة على سطح الكرة الأرضية هذا مثال بسيط على ما يحدث في الموارد المائية على سطح الكرة الأرضية التي طالها التلوث بشكل كبير الملوثات الأبدية هذه للأسف يوسف تدخل في صناعة المواد التغليف التي يستعملها البشر بشكل يومي تدخل أيضا في صناعة رغوة إخماد الحرائق وبالتالي هي في احتكاك مباشر ويومي مع كل الكائنات الحية هذا يدفعنا إلى دق نقوس الخطر ولذلك مؤخرا كل من ألمانيا النرويج وأيضا هولندا وحتى النمسا طالبت الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري لاستعمال هذه المواد لأنها ظارات جدا وللأسف حتى أن هذه المواد وصلت إلى مياء الأمطار التي تصف في المحيطات والبحر وبالتالي كل شيء في البيئة طاله تلويذ المواد السطح الفلورية أو الملوثات الأبدية طبعا والخطير أيضا في الموضوع هو التأكد من انتقال تأثير هذه المواد الفاعلة من الأسماك إلى البشر وهذا يتهدد أيضا الصحة العمومية بالنسبة للمواطن الأمريكي أو من يتواجد في محيط هذه البحيرات للأسف هذه المواد تنتقل عبر السلسلة الغذائية من بدايتها إلى نهايتها مؤخرا بعض العلماء أعطوا زرعوا في أوراق الخص بعض الملوثات وبالتالي وأطعموها للأسماك وبالتالي وصلت إلى كل السلسلة الغذائية وانتقلت بشاء بطريقة سهلة وأيضا بسيطة وبالتالي الكل مهرض لخطر هذه الملوثات والحل الوحيد هو التوقف عن استخدامها نتمنى ذلك في الولايات المتحدة وفي غيرها من البقاعة إلى قبرص الآن بهدف حماية الدجاج من الطيور الجارحة عملية قتل طيور برية نادرة بطعوم مسمومة من طرف مواطن تدفع السلطات إلى تبني تشريع هو السابق في قبرص ماذا عن تفاصيل سهاف؟ نعم يوسف أصدرت السلطات القبرصية غرامات هي الأولى من نوعها على عمليات قتل الطيور البرية النادرة بطعوم السماء ووصل المبلغ الإجمالي للغرامات إلى 21 ألف يورو فرضت الأسبوع الماضي على أحد الأفراد بعد العثور على ثلاثة طيور برية نافقة في منطقة ريفية الخبراء والبيئيون استحسنوا القرار محتبرينه تقدما كبيرا في مجال حماية البيئة أملين في أن يكون له تأثير رادع على أفعال غير قانونية مماثلة كما أكدوا أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الاستخدام الإجرامي للطعوم السامة في قبرص مؤسسة برد لايف من جهتها رحبت الخطوة حيث اعتبرت استخدام الطعوم السام جريمة ضد الحياة البرية قائلة إن هذه الممارسة دفعت الأنواع الشهيرة مثل نسر غريفون إلى شفير الإنقراض في قبرص التي كانت تضم في خمسينات القرن الماضي مئات النصور الكبيرة لكن لم يتبقى منها سوى تسعة نصور في الجزيرة بأكملها حاليا يبدو أن الخطوة لقت استحسانا كبيرا والآمان معلقة في تعميمها لباقي الأعمال المماثلة التي تنتهك حرمة الطبيعة حرمة الطبيعة نعم هنا يقود هنا الحديث يوسف إلى قلت قبل قليل أن نصر غريفون كان يوجد منه المئات لكن أصبحت هناك عشر نصور فقط في جزيرة قبرص يقودنا الحديث هنا عن تفقدان تنوع البيولوجي مؤخرا صندوق الطبيعة العالمي في آخر إصدار للقائمة الحمراء العالمية وهو بنظمة غير حكومية حذر من اختفاء حيوان كل عشرين دقيقة وأيضا القائمة الحمراء مؤخرا انضمت سبعمائة نوع جديد من الحيوانات التي دخلت قائمة الحيوانات المعرضة للانقراض وهذا أمر خطير جدا بسبب الصيد الجائر بسبب الممارسات غير العقلانية التي يمارسها البشر بشكل يومي ضد الحيوانات الأنواع الغازية أيضا أكبر تهديد للحيوانات ما يؤدي إلى انقراض العديد من الحيوانات العديد من الحيوانات ستصبح مجرد صور تذكارية في كتب الأطفال يوسف للأسف وللمعلومة التنوع أو التدور في تنوع البيولوجي في منطقة لا يعني انحصاره أو انحصار أثاره في تلك المنطقة بل هو مؤثر على التنوع البيولوجي العالمي على ما يبدو لدرجة أنه يوسف في قمة الأرض في سنة 1992 في قمة ريو دي جانيرو انبثق عنها ثلاث اتفاقيات الاتفاقية الأولى هي اتفاقية المناخ الاتفاقية الثانية هي اتفاقية التصحر إضافة لاتفاقية التنوع البيولوجي لكن للأسف مع مرور السنوات لم تلقى اتفاقيتين التصحر وأيضا التنوع البيولوجي حظهما من الاهتمام مقارنة بقمة اتفاقية مكافحة المناخ مع العلم أن هاتين المشكلتين لا تقلان أهمية عن مشكلة المناخ فقدان التنوع البيولوجي للأسف أو التصحر وحتى أزمة المناخ لن تعد مجرد مشاكل يجب التعامل معها بل أصبح التهديد وجودي للبشر للأسف يجب أن أخذها بعين الاعتبار ويجب أن تتخذ خطوات جادة وأيضا هامة في هذا السياح صحيح نعود إلى التحالب وما كان ربما في السابق من مشكلة يؤرق الكثيرين فيما تعلق بالنظام البيئي البحري اليوم لم يعد كذلك اليوم التحالب يمكنها أن تستعمل في مواد تجميلية وحتى غذائية بفضل هذا الخبر الذي نود الكشف عنه أكيد يوسف لأنه أو يؤدي التكاثر المفرط للأعشاب البحرية إلى إعاقة جرايا المياه بين البحر الكاريبي وبحر البلطيق ما يتسبب في نمو كثيف للحياة النباتية وموت الكائنة البحرية بسبب نقص الأكسجين وهي شكل من أشكال الاختناق البحري كما تشكل مصدر قلق بيئي كبير في بحر البلطيق الأرقام الرسمية تؤكد أن الاختناق قد يحدث في نحو 97% من إجمالي مساحة البحر البحثون حاولوا إيجاد حلل هذه البشكلة عن طريق حصاد التحالب واستخدامها جنبا إلى جنب مع المحاصيل الزراعية لإنتاج مكونات لمستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية المشروع استفاد من الاستثمار التجاري إلى جنب تمول الاتحاد الأوروبي حيث يتم العمل حاليا على مخطط إنتاج تجريبي في انتظار أن يصبح جاهزا للعمل بشكل كامل بحلول عام 2025 ويأمل الباحثون في أن تصبح الطحالب في المستقبل مكونا رئيسيا في علاف الحيوانات لتحل محل الأعلاف المصنوحة من الأسماك الضرة بيئيا مؤكدين أن الطحالب أرخص من المكونات الحالية للأعلاف إذ لا توجد تكلفة للتغذية والري وطبعا تبقى مشاريع من هذا القبيل في استثمار مثل هاته الطحالب مشاريع ربما صديقة للبيئة مربحة وأفكار خارقة للعادة وخارج عن المألوف تبعث على الأمل ويجب علينا يوسف بما أننا المتسببون الرئيسيون في أزمة المناخ كبشر من خلال الحكومات أو أفراد الحكومات وحتى المؤسسات يجب علينا أن نجد حلولا جدرية لهذه المشكلات خاصة وأن الطحالب يمكن أن تكون بديلا للبلاستيك البلاستيك الذي يعد أكبر تهديد يواجهه أيضا البشارية لدرجة أن الأمم المتحدة تريد أو عديد من الدول تريد أن ترقى اتفاقية مكافحة البلاستيك لأن تكون موازية لهيكل اتفاقية المناخ نظرا لخطورة البلاستيك المواد البلاستيك الذي أنتج لغاية اليوم يوسف يمكن من خلاله بناء مدينة بحجم مدينة نيويورك تقديرات تشير إلى أن النفايات البلاستيكية ستصل بحلول عام 2040 إلى مليار طن من المواد البلاستيكية هذا أمر خطير والمواد البلاستيكية للأسف لا تتحلل إلى بعد مئات أو آلاف السنين وتبقى في الطبيعة وهي الخطر الأول الذي يدعم الحيوانات لأنها تتناولها بشكل كبير الحيوانات البرية وحتى البحرية إذن هذا يعتبر بارقة أمل في مكافحة البلاستيك الطحالب فعلا لها دور كبير يجب أن تكتشفها ويدرع عليها عدة بحوث لمواجهة العديد من المشاكل التي واجهه البيئة طيب في آخر الأخبار طبعا نبقى دائما في الحديث عن المياه والبحار وغير يبدو أن القرى الأوروبية مهددة بخطر الجفاف نعم خطر كبير يوسف فقد حذر العلماء من أن أوروبا على شفى كارثة مائية مع نضوب احتياطة المياه الجوفية فخلال أشهر الصيف عامي 2018 و2019 حدث نقص هائل في المياه في وسط أوروبا ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك ارتفاع كبير في مستويات المياه الجوفية مع استمرارها بالانخفاض وبحسب الاندبندنت البريطانية كشفت دراسة جديدة أن الجفاف الشديد يؤثر على الزراعة في القارة ويؤدي إلى نقص كبير في الطاقة حيث أثرت مجاري الأنهار الجفة والاختفاء البطيء للمياه الراكدة بشدة على الطبيعة والبشر ونتيجة لذلك تفاق منقص الطاقة في أوروبا فبدون كمية كافية من مياه التبريد كافحت محطة الطاقة النووية في فرنسا لتوليد ما يكفي من الكهرباء كما كافحت محطة الطاقة الكهرومائية لأداء وظيفتها بسبب نقص المياه ولجمع هذه البيانات قام فريق من الباحثين بقياس الجاذبية عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة موارد المياه الجوفية في العالم وتوثيق تغييراتها في السنوات الأخيرة وكانت المسافة بين الأقمار الاصطناعية التي تبلغ حوالي 200 كم حاسمة للمشروع وتم قياسها باستمرار وبدقة طبعا هذه نتيجة لأواحدة من نتائج تغيرات المناخية التي ننبه أو ينبه العالم كله لأثرها على الحياة البشرية نعم يوسف أوروبا حاليا تواجه إجهاد مائي كبير فبعد جفاف الأنهار وأيضا البحيرات مثلا نهر التايمز أو منبع نهر التايمز تراجع بثمانية كيلومترات نهربو في إيطاليا أيضا أكبر الأنهار جفى بنسبة 70% قلة الأمطار وقلة الثروج وجفاف الأنهار والبحيرات دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد بشكل كبير أو إلى الضغط على الموارد الجوفية لتعويض هذا النقص الأهائل في الأمطار وبالتالي هذا أثر كثيرا على كمية المياه الجوفية في القرى الأوروبية هذا ما دفع إلى دق نقوس الخطر فعلا القرى الأوروبية تواجه أزمة مياه خانقة وستتفاقم في قادم مستقبلا لأن كمية الأمطار ما زالت ضئيلة جدا وارتفاع درجة الحرارة متواصل وسيكون أكثر درجة الحرارة ستكون أكثر ارتفاعا خلال الصائفة القادمة وبالتالي يجب إيجاد حلول جذرية لأزمة المناخ لأنها أثرت على كل مناطق العالم ومنح الحياة طبعا بصفة عامة سيهم مشكورة على كل ما قدمت من أخبار مثيرة ومهمة جدا على أمل طبعا لقياك في مواعيد لاحقة بالمزيد من مثل هذه الأخبار نتمنى أن نكون دائما أو نجلب دائما أخبار جيدة ولا سيد سيئة ونتمنى دائما أن نمارس دور التوعية لكل الأفراد لأننا كلنا معنيون بمكافحة التدور البيئي على كل هي معلومات مفيدة سواء كانت تحمل بعضا من الاستياء بخصوص البيئة أو حتى الإيجابية طبعا شكرا جزيلا لك موفقة نهارك سعيد نهارك أسعد وكل المشاهدي صباح نيوز شكرا نوصل دائما بكم ومعكم مشوار صباح نيوز تابقوا معنا في المتابعة